أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متانة العلاقات بين مصر والمغرب معربا عن تطلعه لتطويرها خاصة في ظل عمق العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الرازق للسيد النعم يارى رئيس مجلس المستشارين المغربي حيث تناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأكد الجانب المصري خلال اللقاء أن سد النهضة هو أحد القضايا الوجودية بالنسبة لمصر مثمنا دعم المغرب لهذا الملف الهام ومن جانبه أعرب رئيس المجلس المستشارين المغربي عن التطلع لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مشيدا بمواقف مصر الداعمة دائما للمغرب وأيضا مؤكدا إلى أن البرلمان المصري دائما ما يعبر عن المواقف العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية وفي نهاية اللقاء قام الجانبان بجولة تفقدية في مجلس الشيوخ المصري وتبادل الهدايا التفكارية ترجمة نانسي قنقر